السيحمد بابا مشجاع فرق الويداد الرياضي مرحبا بكم موقع البطولة كيف تشوف المقابلة الى الحد اللى تتجمع الغريمى الويداد والراجم بداية لذا كم مشوار الويداد العامة يعني يشرب كل ما الاحوال اللى يلعبها والفرقة اللى يلعبها و ان شاء الله يحاولها داروه يكون الخير ان شاء الله و ان شاء الله يكون الخير بها لماذا بضب قلت موجزة لهذا الماتش و ان شاء الله هو كل شيء لا بقيت اشي مشكلة لسبال ان الاخي مقول لك ان هذا الماتش اذا بنا اولا ديربي فمتين اولا ديربي عالمي الحمدول الله فمتين ان كتير في كالتراجة ارقا نعطونا احترام ديالاته ايام والويداد هو كذلك لان فرقة ديالنا و كما كبير كيباش اي مشدول هاد الماتش لان اذا الماتش بسبال الويداد رح يجع يجع ايدي كتير حافز اكبر فمتيني مش نكمل مشوار دياله مع العلم ان ارى الرجاء فمتيني ارى اخذت خيرات اللى عبد للفوتور ديالنا يعني كما كنقول لك كتير نقول لك فارق محلي فمتيني يعني بنسبة لجميع الويدادين هاد الماتش بالضبط فمتيني عنده اشواق عنده ايجابيات عنده استيربيات اي احنا حاجة يجب ان نتمنى ان شا الله ان نتمر رياضية وان شا الله ان شا الله ان نتمنى ان شا الله يقول ايجابيات مستواق يعني مينكش اننا جمهور كامل ان الحمدل يلا تسميني المتفرج اني اخبش كامل غلطة بسيطة وانه موجود له عندها امان وكينو الصدارة هذا براكين الويداد الحمدلله اي وويداد الرجاء ينور اوخا عنده ماش مؤجل و لكن عنده مهدف عابل كينو اكيلة تنفسيه اه ضروري الحمد لله ومع العلم كان منش الجاويداتي قان بقولك هذا العام تتعامل لديك مشكل مستوى ديالها اللي كنعرفوه اليها كاملة بالحكم بالنورة الي العابة والطريقة مشكي لعب سيزاكي تايية لان مشكي حافظ على الكل هادب الهدبه وانما هادك شي كامل مهم حابي وش تلوقت طعفة المقابلة ديال جاس العرش اه بسبال سيزاكي يبنع بحثت غيارات الي دارو لكن منيحكمش هو السيد كيعطين خطة و الناس ينكلفين بخطة و ملخة يعني الشوز مولي كان معوي على شدارية باش يدخلوا اضافة ما يقعوش اضافة بسطنة يعني كان مانع لموحد الامال يعني فعله تعكسات واحد شوية هذا ما خلال الراجل الدين ما بغا تسايف شكرا لك مرحبا شكرا اسم صفا ديوان مرحبا دين في موقع البطولة نحن على بعد ثلاث ايام من ديربي البيضاوي هش وجدت انتم مكان مشجعية راجوين للديربي و بسم الله الرحمن الرحيم اولا و قبل كل شيء و بالنسبة لديربي احنا كرجوين متفائلين ولدينا اتقال كاملة في جميع عناصر راجع بله لا اللاعبين ولا الثياطين هذا من جاء احنا الحمد لله محظوظين كونونا كنتوفره على رئيس شاب طاموح عنده من الامكانيات و من النذرة البعيدة التي لا تتوفر عن سائر رؤساء الاندير المغربية وهذا ربح كبير الجمهور الرجع والبيضاء الخاصة بتاخر به بدرجة الاولى احنا الحمد لله من خلال الشطر الاول دي البطولة اللي مر تبين لنا بان فريق الرجع البيضاوي ذكي عرض اكتمار دياله و نسبة لديك استعدادات مبكرة اللي قام بها و نسبة لديك الازائجي و ديك التركيب و ديك توليف اللي كان كيبتاق ذا في السنين الاخيرة ذكي بكرنا فترة تسعينات وهذا انتلا على شئ ما كيذل على اول مرة ما ديبوا التطويل ما كناش كنتبرج و المحافظة يا فارح رجع و اطمئنان و بارتياح هذا ما كيخلينا الحمد لله متفائلين و كنسترشروا خيار انا بكترة مكتها مناش النتيجة بكترة مكتها من نادي ديالنا ان شاء الله تساند توجه اللقاب حقيقة الان الديربي كيتلاحظ عليه ديك الجاني من الحيتيات و بعد الجزقيات و بالنسبة لديربي مكتكونش مضمونة في النتيجة ما كيعنيش انك ايلا ربعتي الديربي او نازمتي الديربي قد يتضيع منك الفطول الاساس في الفطولة هو امتصال خارج الميدان و جمع اكبر عدد من النقاب والراجع البيضوي نسبة لتركيبته والاستعداته و الإمكانياته للبرضية والنسبة معيه قادر باش يتحدى ويختار هذه الحاجة كيشنو الجديد في الديربي هات السنة و ديربي في نسبة ديال حاد السنة إن شاء الله عدو واحد منه في حكم هدنا الفريقين متقاربين في ترتيب فريق الراجع البيضوي يحتل الرتبة اذا ما منذك نتذكر نقطة واحدة على فريق الميدة البيضة بغض النظر على المقابلة الناقصة التي تستجمعها بين فريق الجيش الملكي هذه من جهة الخراق الخاصية التي تديرها وهي جل الفرق المغربية والتي تلعب على البوز بالبطولة عند مطمح كبير أنها تفوز بالبطولة نسبة لكتظاهر العالمية لمقبل المغرب على تنظيمها وهي بطولة كأس العالم وهذا شارف كبير عن دي المغربية اللي غادي تحضر بالبوز دي البطولة المغربية إن شاء الله شكونا غيرباح نار حد؟ إذا قلتك شكونا غيرباح الأخل أنا كارا جوي شيء طبيعي كنت من فريح الرجاء اللي تولي وقلنا رجع لك نفس الكلام اللي قلتك سابقا تدير بي ما عندوش مقياس ما عندوش معادلة في كل شي نقولك اللتي كنت مع البطولة كوم شكرا لك شكرا لك شكرا لك عادي اللطفين مشجع ويدادي كيفاش تشوف ديربي اللي بقي على أبوع ثلاثة أيام إجراء ديالو كيف شكو أجواء ديالو كنتم مكا مشجعين ويدادي لحدات اللي غطاعتم دير تربية؟ وهو كيف يعرف الجميع بأن الدير بي عندو واحد طابع خاص ديالو بوحد الديربي البيضاوي وقد عرفوا هذا العام بأن فرق البيضاوي دير واحد امتدابات كبيرة بشي يدفر باللقاب وويداك بيضاوي حتى هو مغادش يحطي الديل وقد عرفوا بأن فرق الويداك البيضاوي دير واحد من الخطأ هذا العام لأنه في مدريب غلوروبيني طوفيجا ما كانش ماخدوش الخدمات ديالو كيف كيف بغادش مهور ديالو ويداك البيضاوي وكيف هذا والشيء اللي دعادي عنا مكتب موسيقى يقيلو وجيب إطار الكوف بدو الزاكيذا لغم أن مدريب منذ ما جئ ديالو لطريق الويداك البيضاوي حرز على انتصارات متتالية والتي يخبرو لها الرتبة الثانية في البطولة رغم أنه فرق الويداك البيضاوي وحق يفوز لأنه مقيق نعش لا أداء ولا أول وكيف يربح بواحد ياتي شجير واحد مزيره ولكن بدون أداء ولكن إن شاء الله قمت بسمناه في القطرة بانتداء هذه الشجوية لأنه فرق الويداك البيضاوي سيجيب بعد العادة باش إن شاء الله لنكونوا أحسن دوره وتحنا الناس على الرقاب وبالنسبة المقابلة دي نهار الحد هاش عم قوله الديربي راهو الديربي لمياء كيقان اللي يربحات الراجة وعرصة حمدو تخوز زيالو خاصة حم نربحات الويداد مرحبا صفحوا اليوم كان ويدادي ربحات الراجة على ساعتهم المهم فالشيب عندنا أجواء تدوز واحد روح رياديا يوم يكون لفوضى لشغاب وكانت منا بأن الأمور تدوزوا واحد جوه ريادي ومصفقوا بحرارة وبحث هذا الديربي يعطيها واحد قيمة ثم كويدادين اشو الجدون في هذا الديربي واحد كيف عرفت شراء الويدادين ووجد هذه أسبوع هم مشاوا الجديدة باش يوجدوا هذا الماتش هذا لأنه تقدر واخد تقصر البوطة ولا وتربح ماتش ديربي لأنك حل المحشيب لديت يكون شيء هذا الماتش هذا بوحده إلا ربحات الويداد روحة دي البطرة ما ديش موحنا عدنا هو الربح والراجة إلا ربحوا الراجة ديدنوا البوطة إذن مش يعدناش مشكلة البوطة ولا أخر المشكلة هو أن احنا نقفنا الربح والراجة لأن الجمهور أنا ديبني وحد تنافسي بين الجمهورين هادي كنت هو هاكت ريح لربحات الراجة تستطيع الراس ما قد نعيش بطلق الده الصباح ربحات الويداد نفس بطريقة إلا أخرى في طريقة في درب السلطان لكن الجماهور رجوية لا اصبح لي هذا غلط هو الخيط لوقعين في لنا أنا درب السلطان توفيه المنزلية لكن نسبة 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 ودركوا راحات نتوقع النص هذه غلطة الواجعة إياه كيف تشوف المقابلة ؟ المقابلة إن شاء الله قد نشوف أجواء جميلة جميلة جتوشي تيفو تيفوات موجودية شعار غالي تشوفو نهار حد ان شاء الله هذاك شي مفاجأة حد تيفو نهار حد غالي تشوفوه حد تيفو وان شاء الله و الحمد لله بيكون تي صاف و عم الوداد العضاوي و شكرا و متى مع البطولة كون شكرا يوسف بورا مرحبا بك موقع البطولة برونكم يوسف بورا مشجاع رجاوي كيفاش تشوف المواجهة اللي غتجمع مغين الوداد والرجا و كنا على بوع ثلاث ايام من ندير بيضاوي المقابلة غادي تكون صعيبة بين الفارقين و فارق الرجاع البيضاوي غادي يكون تحبز الانتصار احسن فارق الوداد البيضاوي نحكم انتدابا لدار فارق الرجاع البيضاوي و نحكم ظروف اللي في عيشة حاليا و لكن نشوفنا في المقابلة نجرى ها فارق الوداد مع الرجاع هنا فاساسة العرش الوداد كان اقرب الى انتصار احتى الدقائق الاخيرة حتى عدد موقف انتصر و مقابلة ديالك أس العرش ماشية مقابلة البطولة مقابلة ديالك أس العرش كنت لعب مقابلة واحدة مقابلة البطولة كنت لعب على النقاط و كيتبعها مقابلة خرق و اللي غادي نقول لك تخمينات ما غادي نحزو للراجع الى الوداد كنقول فارق الراجع او اللي لعب زياني ينطر او اللي لعب زياني ينطر او اللي لعب زياني ينطر اسم كريم شفناك تارا جوي بلبلح الحمر عشنا كيفاش عدل قادية ديالك لا هو انتماء رياضي مع الدي دلبي اسم اسم كريم دريس شجاع راجوي تتكلم عن الديربدي فارق الرجع احنا على قد سلات ايام سلات ايام ديربدي سيكون جميع ديربيات ستكون عنده طقود دياله خاصة يعني يكون مختلف على المقابلة ديالبطولة و كان ضمن كان ضمن ان فارق الراجع الو بضويع على الأوراق يعني و اقرب نتيجة ايجابية بموجب الاتنافات و موجب المكسب جديد و موجب و موجب و موجب يعني سياسة لأقرب الرجع البيضاوي و قال اتمنى و انا تدير بيكم ايجوز فارياضي اه ثم كجمهور رجوية كمال عادة كمال عادة كمال عادة كمال عادة كل فعاليات هذه الجمهورة يرى جولة جمهورة وجدت و جلد مقابلة لسباع طبعا يعني معروف تيفوات معنى معنى شي فكرة عن تيفوات شعار لا لا هذه كمال عادة يعني فعالية خرارة لكة حنبل المساعدة يعني يتيفوات شكرا كنتم مع البطولة شكرا 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 سعد راحيم عدني نائب رئيس جمهورة مرحبا بك في موقع البطولة شكرا احنا على بعد ثلاثة ايام من اجراء البيضاوي التي تعتبر من البيضاويات العالمية اش وجدتوا لهذه البيضاويات العالمية ان شاء الله احنا احنا كنا قاطعنا البيضاويات وبعد الاجتماعات مرض ورهية التشامعنا وقررنا بشكل ان نجيبش الله للبيضاويات كنا الوينر وحنا جمعيات ديني انشيطة دينا اتفاقين جمعيات كاملين لدينا انشيطة لافيتات وكلا شا تشوف البيضاويات السعب البيضاويات السعب مختلف على السنوات الأخرى احنا انا اتفرشت قريبا ما يزيد انا 40 ديربي اتفرش فيها اتفرش فيها الا انشيطة لم يكن اختلاف الا انشيطة البيضاويات العالية يكون حكام مستوى العالي لكي يجب العرس الرياضي مزيان لا يمكنك طريق الويدا للأيام الأخيرة مثلا مقابل كأس العرش كأس العرش كأس العرش الحكام هو بشار يخطأ ولكن أخطاء المتعمدة يخطأ منها لا يمكننا أن نقول لها لا حكام حكام توقيت بشار وحالف ولكن يكون حكام يد من حديث لذلك يقوم بالدائم حتى يدير البيئات ليس سهل كأس العرش فرق كأس العرش فرق كبيرة لكي يجب العرش فرق بسبب الجماعي الرجال والبيئات فهذا المقابلة هي المقابلة السنة لا يهم الأداء لهم الانتصار وكأس العرش فرق لأنه فرق الأول وفرق تاني لذلك يكون المقابلة سوى صعبة لذلك يكون مقابلة صعبة كيف ترى واذا ترى كيف ترى أن توجه ترسالة لذلك توفر على الرجاء والمتلافات الوزنة التي تتعرضها في هذه السنة كيف يبقى ديربي ديربي أكثر من الاربعين ديربي كنت شوف الرجاء في طفق ديرها وكي نهزمهم على الويداد والويداد في طفق ديرهم وكي نهزمهم على الويداد مسألة يدخل في الماتش الأول يحكم الماتش ليجهز متسانيا وبدنيا وكي نهز الماتش المرء قد لامتاج المسار بإميبادج لم تقل أخير والخي Logikk أصابي كيفado أنا لا acknowledgement لأن الويداد لم يرد أن يكونوا من جيد وكان تلك الويداد أم الرجال جاء فور على الولاد هل هناك خبر بالنسبة لفرق الولاد هذا السن؟ في الزاكرة معروف الزاكرة عنده السكر الزاكرة عنده هنا كنا سمعنا القادوري كنا سمعنا القادوري سيكون القادوري فلا لا يرغوش لديه مشاكل مع الفرقه حتى يوقف في أوكرانيا في بزميكيب وكي تسال شي أعجاب وكي تسال شي أعجاب المستحقات سيأتي في مركاته إن شاء الله ما هو رسل السعد؟ حمي كنت توجه الجمهورين مع الويداد والرجل؟ أنا بقول صراحة كما يقول لهم جماهير الويداد والجماعية الرجل رف التاريخ معمر جمهور الويداد دار مع جمهور الرجل في عرب الجميع أي مشاكل تكون مثلا الدار بيدا مع رباط أو الدار بيدا مع فليترا أما الجماهير الدار بيدا نحن نبدأ بالتران مع أصدقاء انا قبل الجمايات في قديمة بها كمتشي الشيء عشدم عن الناس قبال اشتنا من الناس قبال في مضى عالي كانوا لدى اربونا عندما ديري واذا دير الجو ما كيش علموش فيه ماذا هو النداى التي توجهوا اللاعبين داخل رقعة الميدل انا كنت اطلبه انا من الروح الرياضي هذه مرموش فرجة لا ناشويات الفرجة لا انا 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 اتنا ونحن للنبد من جميعا هو آه لم أكن لديهم وانه يخبرك إذا يجب أن تقوم بشكل قابل لا يُصفل لهم أو أن مستوي عالي أو هل حاول الدغت بالجمهور كم يستثق الأحكمة فحدكم كبيران اكثر من بلد المداريس يمتلك النادي من العبادات المنطقة فلي الويداد يجيب أن يزل للدربية من طفولة ويجيب أن يع mig ويجيب أن يجب أن يجل ويجيب أن يكون يزل كدروا بلدك عيش الدربية للطفولة السيد عزارة جميعاً سعد رحم عزمي كنتم مع بطولكم شكراً سعد رزاق اي تكاتو موشجاعين مرحباً بكم بوقع لبطولكم كيف اشدتما تتمر استعدادة للفريق الرجاء لاجراع الدربية اليوم الأحد وقد تزوج عادتهم و نتعاقهم جيداً و أزالتهم المتحولون من أسوء جميع يومي و نستعدين من المتحولين قد التفاعل من المشيط أبقى كي يوضع المشيطة حاج كيف تشوف المقابلة دي الانهاد ؟ انتو مم مشخص عند فارق الرجاع لا اخويا سلام عليكم بديا اللولى كنت سنعم كان شوفها مباراة عادية وقال ان شاء الله احنا الطالب عدنا 3 اضمى قيصته ديها ان شاء الله وما يجيبنا ان شاء الله شوف يقل من هيبها ديها لك ان شاء الله 3 اضمى قيصته وما يجيبنا ان شاء الله دوز من خبر العبان نعم اسدي كيف تشوف المقابلة دي الانهاد حتى الدير بي هو من الجمعية العالمية اسم الجمعية دينا زيمو فالك اول حاجة وهو الجمهور الرجاوي والجمهور الويدادي احنا كفضاء نسم اصدقاء واللي مستعد سمك استعداد قويرة غادي انتصرون المقابلة يقف حد زاد يلا 90 دقيقة را كينا تروى بوان را كينا ام بوان يعني اللي مستعد هو اللي غادي انتصر احنا اللي مهيئ ومستعد وخاصة الرجا البيضاوي اللي بواحد ايش غادي نقول لك نعمك هذه السنة بالضبط بالضبط هذه السنة على اتم استعداد واديري كله تموذك شيئا خيري بحقق راهي لك ستكون قوية و95% خسيكون في السار ديالا وكانت منه الحد الويداد والراجا بجوش سي محمد ناصيري المرشح اللي كتمرشح للرئاسة الآن منخاريط فريق الرجا البيضاوي كيف تشتوف المقابلة الدير بيدي الفريق الويداد والراجا بسم الله مراحيم اللي اول حاجة اللي كان طلبه ان الجمهور البيضاوي عامة بما فيه الجمهور ديالا جوه الويداد يتحلوا بالهودو والصبر وتكون واحد المقابلة اللي تدوس في روح الرياضية والاقوى هو اللي غينتاصر والدير بيدي لا يمكنش انسان يحكم عليه يقول الفريق ديالي هو اللي غينتاصر اللي غيلعب الخورة وغيكون بسي شي كمو مستعد مزيان هو اللي غينتاصر في هذه المقابلة وكنتمنى وأن المقابلة تدوس خورة الرياضية وثودها النظام وكان عندي النظام بأن اللجنة المنظمة للمباراة تكون في أتم استعداد باش تحاول تغرب على المشاكين اللي كتوقع في الدربية العالمية اشنوما الكواليس اللي تتسبق هاد اللقاء ديال المويداد الراجل ثم مخريطين فريق الراجل الكواليس هناك عدة كواليس مما فيها أن أي واحد من الجمهور لا ديال الراجل ولا ديال الويداد يقول لك أن الفريق ديالي هو اللي غينتاصر ونحنا كنبتخر بهذا السنة لأن الفريق ديال التلقيط فهو نقطة واحدة لكي تفصل مبين الفريقين ويمكن حكم علاقة شكون هو الفريق لأن الفريق اللي غينتاصر بالمقابلة شوال النصحة اللي ممكن تعطيها اللاعبين ذات رقعة الميدان من أجل الإمتاع لجماهير بالفرجة من نوع من الفرجة لنا ولينا تنشوف هاد أيام أخيرة غير النتيجة أدبا اللي كان النصحة اللي غينتاصر اللاعبين وأنهم يعتبروا المقابلة مقابلة عادية كباقي المقابلات ما يدخلوش بشحونين بالنصائح اللي ما غدش تخليهم يقدرو يكونوا شاريتين في المقابلة خاصوا يدخلوا لعبوا المقابلة يكون نعب عادي يعتبروها كباقي المقابلات سي محمد مصير كنت مع البطولة شكرا لك سيوس مسعد مشجع ويدادي مرحبا بكم وقع على بوات ثلاث قيام اليوم المقابلة سيكون صعبة بالنسبة الفرق وغير وانشاء الله سيكون بالخلال المقابلة لأولي إزراسة الويداد مع الراجا سيكون مفاجأة ونرحب وانشاء الله سيكون النتيجة عادية وانشاء الله ما وجدتوا لدير بينما كمشجعين ويدادين نحن ديما وواجدين في التيران وديما موجودين سيكون ونعطوه نتيجة إن شاء الله للجمهور سيقدم نتيجة ويقدم واحد لواحات وانشاء الله سيكون نعكس على اللعبة واشا الضم بان فرق رويداد سيقنع المشجعين ديالو مواجهة ديالو مع فرق رجال التي توفر على ترسانة قوية من اللاعبين الويداد ديما كتقنع من دول الله ودالي على ذلك ووف نهاية التاس ما كانش في المستوى وليكوك حسك وكانش يحب في المستوى غادت كل الويداد ستعطي واحد نتيجة مساءات المباراة بكريك والتركيبة البشرية للفرق الويداد كيف تشاهد الويداد عندها تركيبة الحمد لله مزيانة وخاكين بعض الخاصص ولكن ما غير اقترش إن شاء الله على هذا المقابل ما هي المفاجأة التي ممكننا نشوفون هالحا إن شاء الله يتكون نتيجة في المستوى وبنسبة طموح لكل مشجع ويداد وبنسبة الكرة القادمة على العمشة نصح الجماعير سواء الويداد أو الرجاوي إن شاء الله يعديوش إلى واحد في اليوم يكون الشغة بعد الشيباش في النصح كامل شكرا لك